السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكل متابعين القناة في كل مكان النهاردة هنتكلم عن تكاثر نبات السجاد من كم يوم كنا اتكلمنا عن نبات السجاد الشاطلة دي ولو فاكرين احنا أطعنا الأفراب بتاعتها عشان نعمل لها تكاثر دي العقل اللي أطعناها وحطيناها في الميا وده شكل الجزور بعد تقريبا خمس أيام الجزور كما ترون الجزور كما ترون الجزور دي جاهزة للزراعة دي عقلة وده الثانية لكي أزرع العقل دي محتاج إيه؟ هاجيب بالقصيص بتاعي هبعده الأول كده هاجيب بالقصيص بتاعي وتأكد انه مفتوح من تحت هحط فيه طربة رملية مخلوطة بيتموس نسبة واحد لواحد ده كده الاخصيص بتاعي فيه الطربة هبدأ أحط عليه ماء كده طربة الشرابة الماء موجودة كلها أنا عندي هنا أربع عقل بس طبعا القصيص ده هيبقى صغير على الأربع عقل فأنا هزرع فأنا هزرع اثنين هنا واثنين في قصيص تاني فأنا هختار الاثنين دول وأفتح مكان لهم كده وأفتح مكان لهم كده هفردها على سطح التربة دي هجيب البخاخ بتاعي وهرش على سطح التربة شوية مية وبكده أنا عندي شطلة جديدة من نبات السجاد هحطها في مكان دافي يكون بعيدا عن عشاعة الشمس وهبدأ أسقيها لو التربة جفت أو بعد ظهور أول نمو جديد بإذن الله والعقل دي ممكن نزرعها في أي قصص تاني بس عشان وقت الفيديو وستنوني فيديو جديد ونبات جديدة مع قناة بوتس